شرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين هناك مجموعتان من التحديات تواجهاننا نحن طلاب العلوم الدينية في ضمن تحديات أخرى قبل أن نبدأ بهاتين المجموعتين لا بأس أن نشير إلى ما ذكره علماء الحضارح علماء الحضارح علماء الحضارح يذكرون أن التحدي هو المنعطف في تاريخ الحضارات عندما تواجه حضارة تحديا إذا كانت في مستوى هذا التحدي فإنها تأخذ طريقها إلى الصعود وإذا لم تكن الحضارح بمستوى التحدي فإنها تأخذ طريقها إلى الهو التحدي هو المنعطف نوعية الاستجابة للتحدي هو الذي يقرر مصير الحضارة هذه الحقيقة كما تنطبق على الحضارات تنطبق أيضا على الأفراد إذا الأفراد يكونون بمستوى التحدي يرتفعون وإذا لم يكونوا بمستوى التحدي ينحدرون نحن طلاب العلوم نواجه مجموعتين من التحديات المجموعة الأولى مجموعة التحديات العلمية التحديات العلمية لها دوائر ثلاث الدائرة الأولى دائرة العلوم الحوزوية التقليدي هذه تمثل تحديا كبيرا لطلاب العلوم الديني العلوم الحوزوية التقليدية يعني علم الفقه علم الأصول علم المنطق علم الكلام علم المعاني علم البيان علم البديع علم الناحو علم الصرف على قول الشيخ البهائي ظاهرا يقول نحو صرفه معانيه منطق أنقذر خنداء ككادام دق هذا التحدي وبالذات علم الفقه علم الفقه علم الفقه يمثل تحدي كبير لماذا؟ لأنه موضوع علم الفقه موضوع يشمل الحياة طولا وعرا علم الفقه شنو موضوعه؟ فعل المكلف نحن في علم الفقه نحاول أن نحدد موقف المكلف تجاه الحكم الشرعي موقف المكلف موقف المكلف فعل المكلف موضوعه فعل مكلفين هذا موضوع يشمل الحياة طولا وعرا سعة حدود الموضوع موضوع وتوضل علم الفقه في التفاصيل الجزئية هذان العاملان ينظم أحدهما إلى الآخر ليجعل من علم الفقه بحرا له أول ولا يوجد له آخر ولذلك تشوفون الفقه يقضي ثمانين عام من عمره وهو يخوض غمار الفقه والفقه ما ينتهي هذا يمثل تحدي كبير كيف نخوض هذا البحر؟ بحر الفقه، بحر الأصول، بحر الكلام؟ كيف نخوض هذه البحور مع هذه الأعمار؟ كيف نواجه هذا التحدي؟ كيف نواجه؟ هنالك بعد التوكل على الله هو التوصل بأولياء الله تعالى أنصر واحد نتمكن أن نواجه به هذا التحدي؟ وهذا العنصر، عنصر مهم في الحياة كلها، وهو عنصر المثابرة، المثابرة، الله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، الحياة كلها تحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى مثابرة، المثابرة في كل الأوضاع، المثابرة في كل الشرائط، في الحر والبرد، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، في الجوع والشباح، في كل الأحوال، في التحصيل والتعطيل، أكو هناك كتاب التحصيل في أيام التعطيل، وأكو هناك بعض الطلبة، شعارهم التعطيل في أيام التحصيل، المثابرة في كل الشرائط، وكل الأوضاع، السيد الإمامي حفظه الله، كان ينقل هذه القضية، كان يقول، كان هناك أحد العلماء الكبار في أصفهان، في يوم من الأيام، جاء هنالك ثلج كثير، اللي هناك يقال له بارث، والجو صار جو بارد جداً، لا يطاق، بعض الطلبة اقترحوا على ذلك العالم أن يعطل، الجو بارد والثلوج تملأ الطريق، وخطر أكو، واحد يمشي في الثلوج إذا شوية يغفل، يمكن يسقط، فقال كلام يجب أن نضعه أمام أعيننا، قال هذا الحداد اللي في مقابلنا، هذا حجة علينا، هذا الحداد في هذه الثلوج ما يعطل، هل ترون حداد يعطل في الثلوج؟ هل ترون بقال يعطل في الثلوج؟ هذا شغلة، يجب أن يذهب إليه في الحار، في الباب، في المطر، إذا هذا الحداد عطل، أنا أيضاً أعطل، ورفض التعطي، في حر النجف، وحر كربلاء، ذلك الحر القاتل، البحوث كانت مستمر، أعطل، في الحر والبرد، في الصح والمطر، مطر، في يوم من الأيام، ينقل أنه جاء نجف، فالنجف، مطر كثير، الطرق امتلأت بالمياح، الطرق القديمة، اللي كانت تمتلك، يمكن هذه القضية، ترتبط بصاحب الكفاية، فبعض التلاميذ قالوا، لابد أنه صاحب الكفاية، يعطل، في هذه الأمطار، وما راهوا، بكرة جاءوا، تبين أن صاحب الكفاية، قد جاء إلى البحر، أو ذاك العالم الآخر، فسألوه كيف جئت، قال في الواقع أنا شفت، ويعبايتي، وقبائي، وثيابي، ما أتمكن أخوض في هذه الأمطار، فطلبت حمالاً، حملني على كتفه، وجاء بي إلى البحر، هالشكل كانوا يتابعون، هالشكل كانوا يواصلون، وهكذا أنتجوا، هذه النتاجات التي نراها، نتاج تلك المثابرة، وتلك الروحية، الشيخ عبد الكريم الحائر، يا رحمة الله عليه، هذا كان في سامراء، كان تلميذاً من تلاميذ المجدد الكبير، في ذلك الحر، القاتل، كانت له غرفة في الطابق العلوي، في الحر، في الحر، شفته الحر، في العراق، بعضه، كان يروح في الطابق العلوي، في غرفته، ويطالع، ويفكر، ويتسبب عرقاً، يفكر في حل المعضلات العلمية، الثياب، الثياب كانت تفقل عليه، فكان يخلع ثيابه، ويأتزر بإزار، ويطالع ويفكر، هذا يكون الشيخ عبد الكريم الحائر، ذاك الذي يحمله حمال في الأمطار، يكون صاحب الكفار، الشيخ محمد تقل بروجردي، وهو أحد علمائنا، وله شرح على ما ببالي على العروة الوثق، فاكر، الطلب القدامى كانوا يعيشون كثير منهم، منتهى الفقر، ومنتهى الفاق، أكل ما عنده، في النجف، أكل ما عنده، نحن الآن بعضنا يمكن، إذا نقارن بأولئك، نكون كالملوك، أكل ما عنده، طعام ما عنده، كان يدور، يخلي عبايته على راسه، حتى واحد لا يشوف، عفة، عفة النفس، يخلي عبايته على راسه، في أوقات الخلوة مثلا، هذا في أوقات الخلوة مني، ليس موجود في القضية، قاعدة، يخلي عبايته، ويدور، في أزقة النجف، ويجمع أوراق الخاس المرمية، قديمًا، ما كان يلقون، اعتباطًا هذه الأشياء، دقيقين كان، يأخذها، ويغسلها، ويأكلها، شوفوا شلون متابرة، شوفوا شلون روحية، ذول ما يكونون حج علينا في يوم القيامة، نحن اللي لمشكلة جزئية بعضنا، يفر ويهرى، ويعطل كل شيء، بعدر تلك المشكلة الجزئية، السيد رضي، الذي هو من علماء طهران، ينقل أن والده، في يوم الأيام، أعطاه كتاب الطهارة، أو كتاب الصلاة، للفقيه الهمداني، من الكتب المهمة للفقهاء، ويحتاج إليها الفقهاء، أكل ما كان عندهم، قال أخذ هذا الكتاب، وبيع في سوق الحراج، حتى نشتري طعاماً نأكله، أشك الكانجي، أشك الكانجي، المثابر في البرد والحر، في الصحو والمطر، في الغنى والفقر، في الجوع والشبع، في كل الشرائط والأحرار، في كل الشرائط والأحرار، بالمثابرة، نتمكن أن نواجه، بإذن الله تعالى، هذا التحدي الكبير، هذه الدائرة الأولى، دائرة العلوم الحوزوية التقليدية، الدائرة الثانية، دائرة العلوم الحوزوية غير التقليدية، يعني علم التفسير، علم الحديث، نهج البلاغ، الصحيفة السجادية، هذه أيضاً مهم لطلاب العلوم الديني، أهمية هذه العلوم أنها تصنع الروح، الدائرة الأولى غالباً تتعامل مع العقل، بينما هذه الدائرة الثانية تتعامل ضمن ما تتعامل معه، تتعامل مع الروح، الروح جداً مهم، الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه، كان يطلب من الإمام الحسين صلوات الله عليه، كان يقول، أنا صرت عالم ولكن أطلب منك يا سيد الشهداء أن أكون إنساناً، القرآن يصنع الإنسان، نهج البلاغ يصنع الإنسان، الصحيفة السجادية تصنع الإنسان، مهم، تغذي الروح، وهذه قديماً كانت متداولة، الآن في بعض المجالات، في بعض الأوساط ضعفت مع الأسف، هذه تعطي نورانية، يمكن يكون عالم عملاق من الناحية العلمية، ولكن أخلاق ما عنده، شنو قيمة عالم بلا أخلاق؟ شنو قيمة علم بلا أخلاق؟ بلا تقوى؟ هذه تعطي التوفيق، هذه العلوم، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، لم يصبح الشيخ الأعظم فقط بفقهه وأصوله، أكو علماء آخرين أيضا، الشيخ طالب، طلب، طلب مجهول، طالب مجهول، من ششتة أو من دزفو، طلب، ما أحد ما كان يعرفه، ولكن لاحظوا، هذه القضية في كل يوم كاتبين في أحواله، كان يذهب إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ويقرأ الجامعة الكبيرة في قبال ضريحة أمير المؤمنين، هذا ما يعطي توفيق؟ السيد أحمد الفالي حفظه الله، سألته أنت شايف المحدث القمي رحمة الله عليه مؤلف المفاتيح، قال إيه؟ فقالت له شو علة هذا التوفيق الذي عنده؟ طالب من قوم، أو من مشهر، هذا التوفيق العظيم الذي أعطاه الله تعالى، فذكر من جملة الأشياء أنه كانوا علماء عاملين، أو قريب من هذا المظم، قال أنه المحدث القمي كان يصعد فوق المنبر، ويعظ، بعدين يقرأ المصيبة، وأول من يبكي هو يبكي، قالت أنت كنت شايفة، أنت كنت شايفة، قال إيه أنا كنت شايفة، الدموع كانت تنحدر على خده ولهته، هو عندما يقرر، قطعاً هذا يجيب التوفيق، هذه الحالة، هذه الروحية، تأتي بالتوفيق، القرآن الكريم مهم جداً، واحد ينبغي بقدر الإمكان أن يحفظ القرآن الكريم، يعطي نورانية باطنية، يتعلم تفسير القرآن الكريم، القرآن الكريم مو أقل من ألفية بن مالك، اللي إحنا نحفظ ألفية بن مالك، القرآن أقل من ذلك، نحاول أن نحل أحاجي السيوطي، هذا الضمير إلى وين يرجى، ومعميات الكفاية، القرآن أقل من الكفاية، نهج البلاغة أقل من الكفاية، الصحيفة السجادية أقل من الكفاية، نحن كمان نهتم بالفق والأصول والمنطق والكلام، يجب أن نهتم بالتفسير، ونهج البلاغة، والصحيفة السجادية، وكتب الحديث، وبحار الأنوار، ومرآة العقوب، والكافي، الكافي قديماً كانوا يقرؤونه، النجاشي كاتب في رجال أنه كنت أتردد، مضمون كلام على المسجد الفلاني، وكان يقرأ كتاب الكافي، كانوا يقرؤ قراءته، هذه الدائرة الثانية، الدائرة الثالثة، العلوم الجديدة، العلوم الجديدة يعني علم الإدارة، يعني علم الإجتماع، يعني علم الاقتصاد، يعني علم الإعلام، يعني علم النفس، هذه العلوم الجديدة، شنو أهمية هذه العلوم؟ أهمية هذه العلوم، لاحظوا هذه النقطة، الحكم الشرعي يتركب من موضوع ومحمول، الحكم الشرعي عادة يتكفل، الفقر، الأصول، يتكفل بيان المحمول، هذه العلوم، كثير منها، في كثير من المجالات، تتكفل بيان الموضوع، إذا الموضوع ما تبين، أنتوا تتمكنون، أن تنشؤوا قضية شرطية، قضية تعليقية، القضايا التعليقية، مهم، ولكن في كثير من الأحيان، الحياة تحتاج إلى حسم، الحسم لا ينسجم مع القضية التعليقية، القضية التعليقية، القضايا الشرطية المنطقية، مركبة من مقدم وتالي، إن كان كذا يكون كذا، هذه قضية شرطية، أنتوا إذا في منقطع، صحراء، في برج من الأبراج العاجية، ما لكم شغل بالمجتمع، يمكن أن تكتفوا بالقضايا التعليقي، إن كان كذا فكذا، وإن كان كذا فكذا، ولكن الحسم لا ينسجم مع التعليق، الحسم يحتاج تحول القضية الحملية إلى قضية شرطية، يحتاج إلى وضوح الموضوع، الموضوع يجب أن يكون واضح، إذا الموضوع مواضح، أنتوا تضطرون أن تبقوا في إطار التعليق، ولا يمكن أن تدار الحياة في كثير من القضايا بالتعليق، وبالقضايا الشرطي، هذه العلوم توضح الموضوع في كثير من المجالات، ما أقول جميع المجالات تحتاج إلى ذلك، نمثل بمثال، موقفان متضادان لعالمين، يعني في بادئ النظر يبدوان موقفين متضادان، الموقف الأول، موقف نصير الدين الطوسي تجاه حاكم كافر، وهو هولاكو، هولاكو أجي واشتاح البلاد، وقتل العباد، وكيف نتعامل؟ تعامل بعد ما بيئين، لو تتعامل ويا ولو متتعامل ويا، ماكو حالة ثالثة، هذا يحتاج إلى تشخيص الموضوع، نصير الدين الطوسي كان تشخيصه التعامل مع هولاكو، لإنقاذ البلاد والعباد، عندنا موقف على النقيض من هذا، الموقف الذي هو على النقيض موقف الشيخ محمد تقي الشيرازي، رحمة الله عليهما، الكفار عندما دخلوا العراق، ماذا نعمل؟ كان رأيه المفاوضة أولا، والمظاهرات ثانيا، والحرب ثالثا، دخل مرحلة المفاوضات، مثل ما كاتبين في الكتب، ما فادت، بعدين دخل مرحلة الإضرابات والمظاهرات، المظاهرات كاتبين، ما فادت، فدخل مرحلة الحارب، إذن هذان موقفان متضادان لعالمه، ذاك تشخيص في وقته، وهذا تشخيص في وقته، قضية التنباك ما كانت حكما شرعيا، نقرأه في اللمعة، مثلا، تشخيص موضوع خارج، تشخيص هذا الموضوع الخارجي، لا يمكن أن يستنبط من الكتب التقليدي، لأن الكتب التقليدية عبارة عن قضايا تعليقية، يعني يقول يجب أن تشخص المصلحة، مصلحة الدين، وكيف أشخص؟ يجب من دوب من ناصر الدين شاه إلى المجدد الكبير، وشرح له امتيازات اتفاقية التبغ، أو شنو فوائده لإيران فلانا، والمجدد الكبير لم يزد على قول بعدما ذاك كمل كلامه، لا إله إلا الله، فقط هايلك، قال شنو أقول عندما أرجع على ناصر الدين شاه، قال لا إله إلا الله، ثم لا إله إلا الله، التكلمة واحدة ما كان، واتخذ الموقف، الآن شوفوا أن اتخاذ الموقف في الأحداث الراهنة، يحتاج إلى تشخيص الموقف، وهذه قضية مهمة جدا، فنحن نحتاج أولا إلى العلوم الحوزوية التقليدي، ونحتاج ثانيا إلى العلوم الحوزوية غير التقليدي، ونحتاج ثالثا إلى العلوم الجديدة، ولو بمقدار، ولو في حدود، أحد العلماء الكبار، عرضت عليه المرجعية، هاي القضية يمكن قبل ستين عام كانت، ثمانين عام، الآن تفاصيل القضية مو في بهنه، فقال في الواقع أنا حرام عيني أن أدخل في هذه القضية، لأني لو دخلت فيها لأفسدتها، ما أقدر، ما يجي مني، أنا أتمكن أن أكون مدرسا، هذا هو، مدرس أدق المعادلات الأصولية لأن كان متبحر في الأصول، بس إدارة البلاد والعباد ما يجي مني، المثابرة، والمتابعة، والمواصلة، والصبر مهمة جدا، احنا بإجاز ننتقل إلى الموضوع الثاني، ونختصر، مجموعة التحديات العملية، هذه كانت التحديات العلمية، المجموعة الثانية، مجموعة التحديات العملية، التحديات العملية تفرضها طبيعة الحياة، يعني الشاب من الشباب، هذا الشاب يحتاج إلى ثقافة، من يعطيه هذه الثقافة؟ هذا التحدي الثقافي، الشاب يحتاج إلى أفلام، من يصنع له هذه الأفلام؟ هذا التحدي، الشاب يحتاج إلى عمل، من يعطيه العمل؟ إذا الشاب عاطل عن العمل، الآن الشباب كثير منهم، بالألوف، بمئات الألوف، انخرطوا في خط الانحراف، الفساد الأخلاقي، المخدرات، من العوامل المهمة البطالة، ما عنده شغل، الشاب اللي ما عنده شغل، ماذا يفعل من الصباح إلى الليل؟ هذا التحدي، نحن إذا ما استجبنا لهذا التحدي، يعني الشاب ماطنا عمل، لا نتمكن أن نحفظه في خط الهداء، فالشاب يحتاج إلى ثقافة، الشاب يحتاج إلى فيلم، الشاب يحتاج إلى عمل، الشاب يحتاج إلى زواج، إذا ما زوجته الشاب، هذا في خطر، من تزوج فقد أحرز نصف الدينة، أو ثلثة دينة، أو ثلثة دينة، ضمان ما، الشاب يحتاج إلى مال، الشاب يحتاج إلى الدكان، الشاب يحتاج إلى نادي رياضي، ويحتاج ألف احتياج، إذا المتدينين ما وفروا هذه الأشياء للمجتمع، المجتمع في خطر، والذي عمّك، من تعقيد هذه القضية، التداخل مع حضارة الغربية، نحن في يوم من الأيام كنا منعزلين عن الحضارة الغربية، كان هناك سور بيننا وبينهم، والآن متداخلين، الحضارة الغربية الآن دخلت في كل غرفة، غرفة من غرف بيوت، تداخل أكو، الشاب يحتاج إلى مجلة، يحتاج إلى جريدة، يحتاج إلى راديو، يحتاج إلى تلفزيون، يحتاج إلى قناة فضائية، الغرب شيء ينعمل، شيء على المستوى الفكري، قضية التنظير، الغرب عنده تنظير اجتماعي، عنده تنظير نفسي، عنده تنظير اقتصادي، عنده تنظير سياسي، ولو كان خاطئا، في كثير من أبعاد، في كل هذه الأبعاد الغرب عنده تنظير، يعني النظرية جاهزة ومقولبة، هذا المستوى الأول، المستوى الثاني، المستوى العملي، سياسة الاستيعاب للمجتمع، الغرب أعطى لشبابنا راديو، تلفزيون، مجلات، جرائد، نوادي رياضية، إلى آخرين، فهذا التحدي، التحدي العملي جداً أكبر من العهود المتقدة، نحن في الواقع ينبغي علينا أن نحاول أن نكون في مستوى هذا التحدي، نقل لأحد المتدينين، قال كنت، كنت وإلى الآن هو كذلك في بلاد، إحدى البلاد الخارجية، مدرسة ماكو، حقيقةً هذا مما يؤسف له في البلاد الغربية، في البلاد الأجنبية، مدارس أحنا معنا، مع أنها من أهم الأشياء، إلا قليل عندنا، هؤلاء الذين يربون هذا الطفل، هؤلاء يكونون عقليته، مدارس معه، قال هذا الرجل المتدين، كانت هناك مدرسة مسيحية، اضطرر أن أضع طفلي فيها، أو طفلتي، ما أذكر، طفل أو طفلة، يقول في يوم من الأيام كنا قاعدين على المائدة في البيت، وإذا بهذا الطفل يقوم ويروح إلى غرفة ثانية، في أثناء الطعام، يقول أنا تعجبت، الفضول ساقني أن أذهب وأشوف هذا الطفل ماذا يفعل، لو هاي الطفلة، فيقول رحة نظرت رأيت تقوم بحركات يقوم بها المسيقيون، تعظيماً للأب والإبن والروح القدس كما يقولون، الأقانيم الثلاثة، يقول قلت هذا شنو؟ قلت للطفل أو الطفلة، قال أنه الخبز وقع من إيدي، فجئت إلى هذه الغرفة لأستغفر الله من عملي، ويبدو معلمي التقية أيضاً، أنه يتقي من أبويه اللي أجئ إلى الغرفة الثانية، فشفت أنه أن يبقى هذا الطفل جاهلاً، أفضل من أن يصبح منحرفاً، وقطعته فوراً عن التعليم، كم واحد يمكن أن يقطع أولاده عن التعليم؟ كم واحد نقل لهذا الرجل في ذلك البلد الذي كان فيه، يقول أولاد المسيحيين متعلمون ومثقفون، وأولاد المسلمين كثير منهم جهل، بكرة منه يصير رئيس الدول؟ الجاهل أو المثقف؟ منه يصير رئيس الجيش والإذاعة والتلفزيون والإعلام والجامعة؟ فيقول المسيحيين ما أخذين كل الأمور بيتهم، أو كثير من الأمور. نحن ينبغي علينا، ولو بمقدار، أن نواجه هذا التحدي العملي، في مشهد المشرفة قبل أيام، رأيت أن مجموعة من الشباب، مجموعة من الشباب، الذين لا يملكون قوة ولا دعم من الناحية الظاهرية، فكروا في بناء بيوت للشباب، بيت، شاب يحتاج إلى بيت، راحوا إلى صحراء، تبعد عن مركز المدينة، عشرين كيلومتر أكثر أقل، وبنوا بيوت متواضعة، اللي الشاب والشاب إذا تزوجا، يحتاجون إلى بيت، هذا بيتهم، بيت متواضعة، مكون من ساحة صغيرة، وغرفتين مثلا، ومطبخ، تمليك هذا البيت ملك لكم، وإلى الآن بنوا مجموعة من البيوت، فالكلام أنه واحد لا يقول لا نقدر، نقدر، مجموعة من الشباب تمكنوا أن يعملوا هذا العمل، وطبيعة هذه الأعمال أن الله تعالى يبارك فيها، واحد في أي خط يروح، الله تعالى يمده، إذا رحت في خط الفق، الله يمدك، إذا رحت في خط المنطق، الله يمدك، إذا رحت في خط تزويج العازم، الله يمدك، نحن ينبغي علينا بالتوكل على الله أولا، وبالتوسل بأوليائه ثانيا، وبالمثابرة ثالثا، أن نحاول أن نكون في مستوى هذه التحديات العلمية والعملية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، فصلى الله على محمد وآله الطاهرين، شعرت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهم بالآيات، أسرج بنور العلم عقلاً نيراً، وافتح من الألباب كل جهاتي، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقاتي، بين الظلام وبين نور مشرق، هدي ينير الدرب بالومضاتي، ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى كم موسيقى